اشتركوا في القناة معكم زياد هذي استاذ آلة العود والنظريات في معحد الدراسات الموسيقية العراقي اليوم احنا موضوعنا مختلف طبعا موضوعنا مقام جميل جدا ويعتبر من المقامات الاساسية وهو مقام السيقاء انا اريدكم اول شي دائما تكونون معي حتى حال حال بقية المقامات الاخرى وتركزون جيدا على الشرح والورقة الي راح تنقرض امامكم عن مقام السيقاء تلاحظون امامكم هذه الورقة طبعا هو مقام السيقاء امامكم الي يتألف من جنسيا امامكم مخطط الي يبدي من الخط الثاني الي هو مي كار بيمول طبعا هو ياخد دليل سي كار بيمول تلاحظوا وراء المفتاح مفتاح صول العلامة سي كار بيمول مي كار بيمول اذا نبدأ من المي مي كار بيمول اصبح اول على العود ثم فا اصبح ثالث ثم صول مطلق ثم لا تلاحظوا امامكم اصبح ثاني ثم سي كار اصبح ثالث يعني اه بجنب او بقرب اه سي بيمول ثم دو مطلق ثم ري اصبح ثاني على الدو ثم اه المي كار بيمول لاحظوا انه اصبح الثاني الري امامكم عيدها ومي كار بيمول ايضا اصبح الثالث لازم يعني تقدم الامام تخليه شوية متقدم الامام ثم تنزل امامكم لاحظ قدامك بالنزول انه ياخد ايضا مي كار بيمول ثم ري امامكم اه احنا قلنا قلنا يعني قلنا انه مي كار بيمول اصبح ثالث تنزل ثم ري اصبح ثاني ثم دو مطلق ثم اه سي بيمول شوفوا لاحظوا هنا اختلف هنا اه تحول من سي كار بيمول بالصعود الى سي بيمول راح اقلكم بالاجناس ان شاء الله من اه اكمل السلم اذا سي بيمول الى اصبح ثالث ثم لا اصبح ثاني ثم صوى المطلق ثم فى اصبح ثالث على الري ثم اه مي كار بيمول الي اصبح الاول هو على الري هذا هو مقام السيقة اجناس عندك من البداية من الاساس جنس سيقة ثلاثي على درجة السيقة جنس رسل على درجة النواة و اه جنس اه بيات على درجة حسين طبعا هاي الافرق لاحظه امامك بالنزول راح يصبح عندك اه جنس نهاود على درجة النواة يعني على الصول ثم جنس كورد على درجة الحسيني و من ثم بالاسفل تلاحظ الجنس الاخر اللي هو عجم عجم على درجة الجهار قا اللي هي الفا يعني انتم شفتوا قدامكم اذا المقام مقام السيقة مقامات الجميلة و اجناسه واضحة اول شي جنس سيقة على درجة السيقة صعود جنس رسل على درجة النواة صعود ثم ياخد الاجناس جنس بيات على درجة الحسيني يعني لا صعود جنس الكورد على درجة حسيني هوبط جنس ناود على درجة النوى هبوط جنس عجم على درجة جهارقاء عجم جهارقاء يعني الفاء هبوط تتفرع طبعا من هذا السلم الموسيقى بالسيقاء فروح عديدة طبعا مما يعطي لهذا المقامة همية موسيقية وغنائية راعة ونستطيع أيضا ذكر فروحها وتحليلاتها موسيقية اللي من ضمنها رح ناخذه بالدرس القادم اللي هو الهزام أحد الأفرع والآن انت لازم تعرف كيف يكون العزف بما أنه ياخذ سي كار مي كار بمول على آلة عود الآن أصدقائي راح أبدي أمامكم بأنه أول شي تمسك الآلة تتأنى بها تمسكها جيدا تبدأ أول ما المتدئين طبعا أنا أشرح لهم تجي تنظر هذا الري هذا الري أمامك هذا الري انتهي الري من ضمن الأسئلة طبعا الأصدقاء والأخوان اللي هما مثلا كيف تمرن أباوة على الأوتار تتمرن من خلال المرآة تضحها أمامك وتتمرن إذن هذا الري إحنا قلنا ياخذ سي كار مي كار بالصعود وبالنزول سي بيمون إذن ري لاحظ ري مي كار بيمون فا صال لا سي كار رو ري بقى مشوف لاحظ عيدة الآن عالة بي كار بيمون أسبح أول فا طبيعي أوكي سو مطلق لا طبيعي سي كار رو رو ري كار بيمون المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذا هو مقام السيغا وأتمنى أنه استمتعتوا بهذا الدرس ومثل ما طيلكم الأجناس مالتها ويأخذ سي كار بيمون مي كار بيمون وبالنزول يأخذ سي بيمون تحياتكم وأتمنى أنه أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي وشكرا جزيلا لكم معه السلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله